مرح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في قصر الاتحادية الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأكد سيادة الرئيس على أن أمن واستقرار اليمن بيمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأن مصر عندها ثقة في اليمن وأنه كمان سيتجاوز هذه الأزمة سريعا وكمان مصر مستعدة لتقديم خبرتها في دعم وحدة وسيادة اليمن وسلامة مؤسساته الوطنية خلونا نتكلم بالتفصيل عند ليلات هذه الزيارة الهمة والدعم اللي بتخدمه الدولة المصرية للدولة اليمنية مع ضيفنا لما ورنا في السوديو الأستاذ جمال رائف الباحث السياسي صباح الخير عليك يا فندم صباح الخير يا فندم على حضراتكم وصباح الخير على كل سيدة ومشاهدين اهتمام مصري بعودة الاستقرار للأراضي اليمنية وزيارة هامة نتكلم مع حضرتك أكتر عند ليلات هذه الزيارة وتوقيت هذه الزيارة بالتأكيد التوقيت دائما يعني بيكون مفتاح مهم نحن نعرف أهمية الزيارة خصوصا إن اليمن الآن في مرحلة ربما هي فاصلة في يعني المستقبل اليمني خصوصا نحن نتحدث عن إدارة جديدة هذه الإدارة ولدت من رحم المعاناة ومن رحم صعب للغاية والجميع الآن يعول على هذه الإدارة اليمنية الجديدة في الدعم للإستقرار وأيضا التنمية وتهدئة الأوضاع الداخلية في اليمن اليمن الآن في حاجة ماسة إلى الاستقرار لأن المتغير كمان الدولي والإقليمي الآن لا يحتمل أن يكون هناك مثل هذه الاضطرابات في اليمن هذا الموقع أيضا الجو سياسي البلغ الأهمية مش بس لليمن نفسه ولكن حتى للمنطقة العربية ومن ثم مصر طوال الوقت داعمة والاستقرار والهدوء في اليمن دا موقف مصري منذ كل المراحل التي مرت بها اليمن من توطرات عبر التاريخ ولكن الآن أيضا مصر تجدد هذه الثوابت ويمكن القيادة السياسية المصرية طبعا السيد الرئيسة عبد الفتاح السيسي بالأمس أكد على هذه الثوابت المهمة تجاه الأشقاء في اليمن فكرة دعم استقرار ودعم المؤسسات الدولة الوطنية ودعم القوة الشرعية في اليمن للمضيب اليمن نحو الاستقرار ومناسبة هذه هي الثوابت السياسة المصرية الخارجية وجدناها حاضرة في كافة القضايا مصر داوما ما تدعم الحلول السياسية تدعم المؤسسات الدولة الوطنية تدعم أيضا فكرة التنمية والإعمار كأحد أدوات دعم الاستقرار الداخلي للدول ومن ثم هذه الزيارة في هذا التوقيت بتؤكد أن القاهرة لديها القدرة على مساندة اليمن الاختيار القيادة اليمنية للدولة المصرية التي تكون أحد محطات الزيارات الخارجية الأولى بتؤكد أيضا أن مصر الآن فاعل إقليمي بالغ الأهمية وله تأثير مهم في استقرار المنطقة ويمكن استمعنا بالأمس لكلمات مهمة جدا من دكتور رشاد العليني بيتكلم على أهمية مصر وأيضا على قدرة القيادة السياسية المصرية في يعني مش بس إيجاد تجربة مصرية ولكن تجربة عربية وهنا أصبح التعوير على مصر يعني بقدر ما حققات مصر من نجاح وأصبح حتى المجتمع العربي بينظر أن لهذه التجربة المصرية يجب أن تكون الآن تجربة عربية يستفيد منها الجميع وده في الحقيقة مصر مش بتبخل بيع الأشقاء عشان كده بنجد مصر متواجدة بالمساندة في الأعمار في قطاع غزة في ليبيا بتسند اليمن بتسند العراق وبالتالي أنا أعتقد أن التجربة المصرية الآن أصبحت ملهمة وقادرة أيضا على ترسيخ مبادئ الاستقرار والسلام في المنطقة عظيم أعزي أتكلم معاك عن أطر التعاون لكن لفت انتباهي الاستقبال الاستقبال للشعب نشوفنا لافتات كمان معلقة في الشوارع الاستقبال في مصر بالتأكيد الرابط الشعبية من مصر وليبن يعني رابط عميقة جدا يمكن التواصل الثقافي والشعبي له أبعاد كثيرة وطبعا الجالية اليمنية في مصر هي بعدد كبير وبيلقوا الترحيب ولديهم كافة وسائل السباق الدراسة العلاج بيأخذوا كل الخدمات المصرية المتاحة واجبنا تجاه الأشقاء مش بس في اليمن أي أشقاء لديهم توطرات الجميع أحنا بنقولش على أي حد هنا في مصر طبعا لفظ لاجئ أو يعني أي حاجة أخرى ده شقيق وظيف على الدولة المصرية ومن ثم هم إلاقوا الرعاية الكاملة أيضا هذا التواصل ما أحد نمزجه البارزة مثلا القادة اليمنية الجديدة نفسه هو حصل على الماجستير من القاهرة حصل على الدكتوراه من القاهرة يعني وبالتالي هناك طوال الوقت طبعا منح دراسية بتقدمها الدولة المصرية للطلبة اليمنيين بنجد الجامعات المصرية بها العدد كبير جدا من الطلبة اليمنين إذن هذا التواصل الشعبي وهذا التواصل الثقافي وبين حضرتين أيضا مهمين جدا يعني اليمن لديها حضارة كبيرة جدا ومهمة للغاية وبالتالي أنا أعتقد ده بيفيد بشكل كبير جدا أيضا التفاهمات السياسية وأيضا التعاون في مجالات أخرى زي الإعمار والتنمية في المستقبل لأن أيضا اليمن الآن ينظر لأهمية التعاون مع مصر في هذه المجالات خصوصا أن مصر أيضا كما أوضحنا بتهتم بمساندة الأشقاء مش بس بالدعم السياسي ولكن أيضا بالدعم في مجال الإعمار والتنمية لأن ده أدوات أثبتت نجاحها في ترسيخ الاستقرار والسلام في الدول ويمكن ده أستاذ جمال بيتفق مع ما قاله سيد رئيس عبدالفتاح السيسي أمس أن مصر أنت داخل جهدا في مساعدة الأشقاء في اليمن من التكلم عن مجالات تنموية حضرتك ذكرت المجالات التعليمية مساعدات طبية أي المجالات هي الأقرب ما بين اليمن وبين مصر في الفترة القادمة أنا أعتقد أن اليمن الآن في حاجة لتركيز أو ترسيخ مؤسسات الدولة اليمنية وبناء الدولة من جديد هذا تطلب مجود شوق ولكن من حسن الطالة أن هناك دول عربية الآن قوية ولديها الإمكانيات ولديها قدرات البشرية وحتى الفنية لمساعدة اليمن من هذه الدول طبعا الدولة المصرية ومصر بتمد يد الأعمار والتنمية لكل الدول العربية الشقيقة ويمكن دائما نسميها دبلوماسية الأعمار يعني مصر بهذه الدبلوماسية الخاصة بي الأعمار والتنمية بتستطيع أن تمد الدول الشقيقة بالخبرات أعتقد أن مجال البنية التحتية من أهم المجالات التي من الممكن أن تكون على أولويات التعاون المصري اليمن خلال الفترة القادمة أيضا المجال الطبي لأن اليمن يعني بيعاني في هذا المجال بشكل كبير جدا أيضا مجالات الإغاثة مجالات الخاصة بالتنمية بشكل عام مياه المياه كهرباء يعني اليمن يحتاج كل شيء للأسف ومصر لديها خبرات في كل شيء بالضبط وبالتالي أنا أعتقد أن هذا مجال أرحب خصوصا أن مصر شريك آمن يعني من مصر لأننا نتحدث عن شريك الآمن في المنطقة العربية والمنطقة المثقية بالضبط شريك آمن لا يسعى لتدخل بالضبط مصر لا تتدخل تماما في الشؤون الداخلية للدول فقط تحاول أن تحافظ على استقرار المنطقة لأن مصر أيضا بتقلي من قيمة مهمة ورأيناها أيضا موجودة بالأمس فكرة الأمن القومي العربي وده المنطلق الحقيقي اللي بيخلي مصر عاوزة تساعد اليمن ده المنطلق الحقيقي اللي بيخلي مصر عاوزة تساعد العراق أو ليبيا أو غيرها من الدول العربية هذا المفهوم الذي رسخت له كتائه السياسية المصرية الآن فكرة الأمن القومي العربي وطبعا اليمن لها روابط بالأمن القومي المصري روابط مهمة جدا خصوصا طبعا ما يتعلق بالملاحة في البحر الأحمر والحفاظ وذä كان لي نصيب كبير من المحدثات أمس ومسألة التنصيق ما بين مصر وما بين اليمن لتأمين الملاحة في البحر الأحمر بالتأكيد هذا جزء مهم جدا خصوصا في ظل المتغيرات الدولية التي تشهد الكثير من المشاكل في سلاسل الإمداد والتأمين العالمية يجب أن يكون هناك هذا التفاهم ما بين شركاء البحر الأحمر وكان أيضا هناك طوال الوقت تفاعل مصر مع كافة الأشقاء على هذا الشردان الملاحي الأهم في العالم الآن وأيضا اليمن كأحد هذه الدول الغاية في الأهمية وطبعا المطل على مضيق باب المندب وربما نذكر السادة المشاهدين كان اليمن له دور تاريخي مع مصر في حرب 6 أكتوبر 73 عبر إغلاق باب المندب ومساندة الدولة المصرية في التصدي للعدوان الإسرائيلي وتحرير الأراضي في سيناء وبالتالي أنا أعتقد أن أيضا التنصيق الآن في ظل المخاطر التي تشهدها اليمن والمحيط الإقليمي بشكل عام ده مهم جدا لضمان الملاحة في البحر الأحمر هذه نقطة في غاية الأهمية لأن العالم لا يحتمل المزيد من التوترات في سلاسل الإمداد والتموين كلنا شايفين يعني السلاسل الإمداد والتموين وطاعة طولها بسبب جائحة كورونا أو بسبب الأزمة الاقتصادية أثرت بالسلب مش بس على دول الشرق أو الشرق الأوسط ولكن كل دول العالم الآن بتعاني من الأزمة الاقتصادية كل العالم الآن كل العالم الآن بيعاني من نقص فيه السلع الاستراتيجية وبالتالي الحفاظ والتنصيق ده مهم جدا بين مصر واليمن عظيم مصر بتدعم اليمن زي ما حضرتك ذكرت على مرة تاريخ ولو هنذكر بس في 8 سنين اللي فاتوا فمنذ ظهور ميليشيا الحوسي نقلت لسفارتها من صنعاء إلى عدن ده على الجانب السياسي أما عسكريا وأمنيا فمصر لها تتجربة عسكرية قوية جدا في دعم الجيش وتنويع مصادر التسليح ومكافحة الإرهاب في نفس الوقت فإزاي نقدر نفيد اليمن بخبرتنا في هذا المجال يمكن بس على ذكر صنعاء في البداية فكرة أيضا أن نداش نخط طيران ما بين أو قهران وصنعاء ده كان أمر مهم جدا لقى إشادة حتى من الجنب الأمريكي يمكن لو هنرجع بس كام يوم هنلاقي أن أنتوني بلينكين وزيري خارجية الأمريكي كتب تغريدة مخصوص عشان الخطوة دي التي تخذتها مصر وشكر الإدارة المصرية ترمى بين مصر وصنعاء بالضبط شكر مصر والإدارة المصرية على هذه الخطوة لأنها بالفعل لها بعد إنساني مهم جدا في التخفيف على الأشقاء في أليان فيما يتعلق بالتعاون العسكري أعتقد أن ده مهم جدا حتى كان فيه أيضا تدريبات عسكرية مشتركة أخيرة ما بين مصر والمملكة العربية السعودية وكانت بها أيضا مجموعة من الدول المطلع على البحر الأحمر من ضمنها اليمن وده بيأكد أن التنسيق الأمني موجود طوال الوقت التنسيق العسكري موجود طوال الوقت أيضا التجربة المصرية في ترسيخ ثوابت الأمن والاستقرار ومكافحة الفكر المضطرف ومكافحة الإرهاب مش بس بالموجهة المسلحة ولكن أيضا حتى بالمجابهة الفكرية بالأعمار لأن دائما نحن نقول أن التجربة المصرية في محاربة الإرهاب لها مثلث ركائزه المجابهة المسلحة المجابهة الفكرية التنمية والأعمار هذه التجربة ونقلها الآن لليمن لمجابهة جماعة الحوثي الإرهابية ده مهم للغاية خصوصا أن أيضا المجابهة الفكرية مهمة جدا واليمن لديه مكون الثقافي الذي يحتاج إلى مخاطبة فكري اليمن من الشعوب ذات الثقافات العريقة وبالتالي أنا أعتقد أن الخطاب الفكري في غاية الأهمية هنا يأتي دور أيضا المؤسسات المصرية الدينية والإمداد الفكري والثقافي الذي من الممكن أن يحدث ما بين مصر واليمن لإحداث ما من أنواع المجابهة الفكرية طبعا بجانب طبعا التعاون الأمني والتعاون المعلوماتي المهم جدا لأن زي ما بنقول دايما التجربة المصرية الآن في مجابهة الإرهاب هي الأنجح في الإقليم شحيح وده مش كلامنا يعني ده بشواهد الجميع سواء في التحاد الأوروبي في القرى الأفريقية الجميع يشهد بنجاح التجربة المصرية في مجابهة الإرهاب وأيضا مش بس مجابهة الإرهاب حتى فيه تصدي للجرائم المنظمة والهجرة الغير شرعية لأنها أيضا مخاطر بيتعرض لها اليمن وبالتالي السيطرة على الهجرة الغير شرعية والجرائم المنظمة والعبيرة للحدود التهريبات الخاصة به السلاح والمواد المخدرة كلها حاجات بالفعل اليمن في حاجة لها وهنا بنلفت النظر لحاجة أن القيادة اليمني الجديدة هي خلفية أمنية وهو كان وزير الداخلية في اليمن وبالتالي هو لديه بالفعل القدرة على التواصل في هذا المجال مع الخبرات المصرية لتلقي هذه الخبرات ونقلها لليمن وهذه نقطة إيجابية جدا في العلاقات المصرية اليمنية في هذه المرحلة صحيح ونحن نكلم عن وكما قال سيد رئيس عبدالفتاح السيسي أمس أن أمن واستقرار اليمن أهمية قصوة بالنسبة لمصر والعالم العربي أيضا بالتأكيد أهمية قصوة هنا يعني أهمية لا تحتمل يعني المناقش وبالتأكيد الأمن القومي المصري والأمن القومي اليمني مترابط تماما يعني زي ما قلنا يعني نرجع تاني لمفهوم الأشمل وهو مفهوم الأمن القومي العربي مصر ترى أن أمنها القومي مرتبط بشكل أصيل بمحيطها الإقليمي لأن بالتأكيد أنت مش هتقدر تعيش مستقر في الداخل إلا لو حتى محيطك الإقليمي أصبح مستقرا وأكثر ردوءا أكيد التوترات الإقليمية طوال الوقت حتى لو أنت قوي وقادر تحافظ على نفسك وقادر تحافظ على استقرارك الداخلي ولكن كلما هدأت الأمور في محيطك الإقليمي كلما ساعدك هذا الأمر على المزيد من النمو على المزيد من التقدم على المزيد من الرخاء يعني لما يجب نبص الوقت على استقرار العراء استطاع ده ينقلك نقلة تانية في التعاون الاقتصادي وعمل تترويكا مصر والأردن والعراق وبتريد تستفيد من هذا الاستقرار أيضا إذا استقرت اليمن سوف أيضا تتعاون اقتصاديا فسوف يكون هناك مجالات مثلا الملاحة المجالات اللوجستية مجالات الموانئ سوف يكون هناك نوع من أنواع التنصيق اللي بيخدم المصالح مش بس المصرية اليمنية ويأتي على صعيد الإقليمي وبالتالي هنا ترابط الأمن القومي المصري بالأمن القومي الإقليمي وطبعا بالدائرة اليمنية اللي هي الأهم أنا أعتقد أنه هو بيصب في صالح مش بس الداخل المصري أو الداخل اليمني ولكن الإقليمي عشان كده بنجد أن حتى الإدارة اليمنية الآن وهي تتحرك خارجيا هنلاقيها راحت فين اللي هي راحت مصر سعودية بالزبط الأمرارات الكويت الدول التي تستطيع بالفعل المساندة والمساعدة وأيضا تدرك تماما أهمية هذه القيمة تعاون العربي كمان بالزبط والدول دي بالفعل بتتعاون يعني لما نشوف من الدول اللي بتتعاون واللقتي عربيا هنجد هذه الدول طبعا بالإضافة إلى الأردن والعراق وغيرها من الدول لكن هناك دول استطعت أن تستقر أن تحافظ على نفسها في وسط رياح عاصفة مرت بهذه المنطقة وبالتالي هذه الدول الآن واجبها وأيضا لديها الإمكانيات على مساندة الدول الأخرى التي عصفت بها رياح الخريف العربي أنا أعتقد أن نحن في مرحلة فاصلة في تاريخ العمل العربي يجب أن يكون هناك نوع من أنواع المساندة مصر بتقوم بيها الإمارات السعودية وغيرها من الدول تجاه سواء اليمن أو القضايا العربية الأخرى قبل أن يحدث نوع من أنواع المتغيرات الدولية الأخرى الكبيرة ربما يكون فيها الإنقاذ صعب لأن كل ما دم يلاقي الأمور الدولية يعني بتزداد صعوبة الجميع يرصد الأحوال حتى الإنسانية يعني الأمر في اليمن الآن إذا امتد وامتدت الأزمة الاقتصادية العالمية أين سيكون نفس الوضع في ليبيا نفس الوضع في سوريا وبالتالي علينا أن نفكر في الوقت لأن الوقت لم يعود في صالح هذه الأزمات وبالتالي عشان كده بنجد أن الحراكة الآن العربي أصبح يعني سريع وده جاي جدا في الحراكة العربي شفنا اجتماع زي اجتماع العقبة شفنا اجتماعات على المستوى سنائي وشفنا القاهرة بتستضيف الكثير من القضاء العرب خلال الفترة الماضية إذن أنا أعتقد أن الزخم في الحراكة العربي مهم جدا وده هنا تأتي الرؤية الاستشرافية أيضا من القادة السياسية المصرية إنها وضعت منذ اللحظات الأولى منذ عام 2014 الدائرة العربية والدائرة الأفريقية كدائرة اهتمام أولى ضمن اهتمامات السياسة الخارجية المصرية وده اللي خلنا الوقت بنينا خلال التمن سنوات الماضية سياسات خارجية مع النطاق العربي والنطاق الإقليمي الإفريقي خلتنا قادرين نتعاون معها محطنا بحالة كبيرة من الاتزان بحالة كبيرة من المنفعة المشتركة بالتأكيد يمكن أيضا نقطة الاتزان دي نقطة في غاية الأهمية والآن نحن مازلنا نحافظ على هذا الاتزان وسوف نحافظ عليه لأن هذه التوازنات السياسية التي حفظت عليها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو هي ما أكسبت مصر الآن هذا الزخم وهذا الحراك الدبلوماسي المهم جدا وجعلت الجميع يطق فيه كشريك آمن وأيضا يطق فيه كأدوات أو أداة من أدوات الحلول السياسية الحقيقية في أمانضا عشان كده بنجد أن الدولة المصرية حاضرة في أي حل سياسي لأي من القضايا وانصر فاعل في المواجر قلنا نتكلم أن القاهرة أيضا تصديف مثلا الحوار الخاص بالمصار مثلا الدستوري الليبي الشركاء في السودان حينما يحتاج الدولة المصرية مصر تكون موجودة غزة والقضايا في الفلسطينية طبعا على رأس الاهتمامات الخاصة بالدولة المصرية والإعمار في غزة دي هذه نقطة غير مسبوقة في مساعدة الشعب الفلسطيني وبالتالي أنت استطعت أيضا أن تتحرك بطريقة مش تقليدية أنت بطريقة أيضا مبتكرة وخلق حتى فكرة التكتلات الاقتصادية العربية أعتقد أن دي إضافة ديئة دبلوماسية المصرية تجاه المنطقة العربية لم تكن موجودة من قبل فكرة أنك تعمل تكتل اقتصادي ما بينك وما بين الأردن والعراق أيضا مصر والأردن والعراق والإمارات لن يعود بالنفع على دولة بل يعود بالنفع على المنطقة العربية كلها بنشكر حضاك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا لأساس جمال رائف الباحث السياسي ألف شكر لك شكرا لحضراتكم جدا وشكرا لكل أستاذ المشاهدين